السيد النهاردة كان عامل زي السيد الخير. أنا كنت سعيدة كمان بالشباب. ويمكن العفوية بتاعت الشباب والتلقائية في تعبيرهم عن حبهم لسيد الرئيس. كانت الحقيقة عفوية لطيفة جدا. وسيد الرئيس كمان كان تلقائي معاها معبر عن حبه أيضا ليهم. وكانت كده في مودة. يعني تحس إنه إحنا موجودين في هذه الليلة ليلة الخير في الاستاذ كتف في كتف. وفي مودة وفي محبة وفي أبوة. يعني كان شيء لطيف جدا بين السيد الرئيس والشباب اللي نوروا استاذ القاهرة. أكد كمان السيد الرئيس اليوم أنه وبالأمس القريب وفي نفس المكان باستاذ القاهرة شهدنا إطلاق المشروع الوطني الأعظم. حياة كريمة. لتحقيق التنمية الحقيقية في أكثر من أربعة ألاف قرية لتحسين جودة الحياة. وهنا نقف. لأن احنا بنحسن جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن. وأجمل ما في حياة كريمة. احنا مش بس بنحسن الحياة من الجدران والبيت. ولكن انت بتحسن الحياة كلها. إزاي هيعيش الوعي؟ هيتعلم؟ هيشتغل؟ هيبقى عنده مستقبل لبكرة؟ يستمتع بحياته؟ انت بتحضر مواطن تاني وبتساعد مواطن تاني وبتقدم له حقوق المواطنة اللي كانت موجودة أو مازالت موجودة في دستور مصر. فانت بتكمل الواجب اللي عليك وأيضا بتدفعه. حياة كريمة هي الكرم كله للمواطن المصري. تعالوا نعود ونستمع لجزء آخر من كلمة السيد الرئيس. بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضا شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية. تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري. أنا قلت الموازنة دي المرة اللي فاتت لكن الأرقام اتغيرت خالص. يعني إحنا لما أطلقنا المشروع دوت من سنتين تقريبا كنا بنتكلم قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار أو تزيد. أنا عايز أقول لكم أن المرحلة الأولى وحدها المرحلة الأولى اللي إحنا شرفنا على الانتاء منها تكلفتها وصلت لأكتر من 350 مليار جنيه. أكتر من 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط. يعني أنا زي ما قلت قبل كده لكم أن المرحلة الثانية والثالثة اللي إحنا إن شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر تصل إلى مجموحهم مع بعض تريليون جنيه. وها نحن اليوم نشهد نجاحا جديدا كتبته أياد المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر. ترجمة نانسي قنقر